اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن الذكرى 21 لاحتلال العراق وفي هذه الحلقة نكمل الحديث وفي نهاية الحلقة الماضية كنا نتحدث عن فرق كبير بين من يعارض النظام وبين من يعارض وطنه بين من يقف ضد النظام وبين من يقف ضد بلده وهذا يقودنا إلى حقائق كبيرة نسوقها من أجل أن يرى البعض المظلة المعرف شي سمي سميه أن يرى حقيقة الأمور وهذا الموضوع مرة أخرى أقولها ليس له علاقة بسني وشيعي وكردي وعربي ومسيحي ومسلم هذا إلى علاقة بأهل العراق بالعراق وأهل العراق فقط بكل عراقي وبالعراق فقط وحقيقة ما جرى وسأقول لكم لماذا الإنسان يعتبر خائن عندما يقف ضد وطنه ناس قاتل العراق وبعدين يحكمون العراق قاتل سنوات ويقتل من أهله وحكمون العراق ناس تحدث بهذه الطريقة ويعتبرون يوم احتلال العراق يوم عيد وفرحة لأنهم ما سقطوا نظام وآل الحكم إليهم بواسطة قوى خارجية أجنبية جاءت احتلت العراق وداست ببساطة على أرض العراق وعلى رؤوس العراقين مع الأسف الشديد وقتلت العراقين وأغلت في دماؤهم وارواحهم وسرقتهم كل أموالهم وكل مقدساتهم وكل ثرواتهم وكل كرامتهم ورمتهم بالسجون وقتل وهجرتهم ودمرت البلد وسلبتها كل قدرتها على النهوض هذا كله ويقولون واحد من عدهم في مجلس الحكم وكلهم مجلس الحكم أرادوا يسوون يوم تسع نيسان لو لا ما عرف شنو يعني ربما خافوا من الشعاب ربما أرادوا يسووا عيد وطني اللي هو يوم الاحتلال وسأقول لكم يعني ربما هذه الأسباب يوم 14 آيار 1940 في في العام الأول الحرب العالمية الثانية دخلت القوات الألمانية إلى باريس إلى فرنسا واحتلتها ويوم 25 آيار مايس في نفس السنة أعلنت أن فرنسا صارت بلد محتلة من قبل ألمانيا منذ ذلك التاريخ ولحد الآن بعد 84 سنة الشعب الفرنسي ما زال يعتبر ذلك اليوم يوما أسود في حياته ويلبس السوات على هذا اليوم لاحظ الفرق فمن تضربونا مثال بالديمقراطيات والحريات والشعوب المتقدمة هذا واحد من الأمثلة سأعطيكم مثل آخر مثليا في أواخر شهر كانون الثاني عام 1990 تحديدا يمكن في 31 كانون الثاني 1990 قوات الأمريكية جد احتلت فنما وأطاحت بنظام الحكم وأطاحت بمانويل نوريقا اللي هو الرئيس الفنما طبعا وجنرال ودكتاتور قالوا عننا ما شي تاجر مخدرات معروف وكان يتاجر وصرف مخدرات طيب خير إن شاء الله وكان واحد من أفضل عملاء السياعي مقابرات المركزية الأمريكية كان يشتغلوا إياها أطاحوا به لأسباب خاصة عاندهم معرف شنو حصتهم منطهم إياه أسقطوا والتهمة تهمة الابتزاز المالي وتهريب المخدرات وترويج المخدرات البناميين من ذلك اليوم لحد الآن رغم إنه هذا دكتاتور ورغم إنه تاجر مخدرات ورغم إنه كان عميل للمخابرات الأمريكية الـ CIA لكن الشعب البناميين ما زال يعتبر ذلك اليوم يوم واعة الثلاثين كان من الثاني 1990 يوماً أسود في حياته ولا يقبل نهائي الأمريكا مسيطرة عالية مسيطرة عالية مسيطرة عالية لحد الآن وتركونا من هذا المثال مثال آخر اليابان في آب 1945 يوم ست آب ويوم تسع آب أمريكا ضربت مدينتين يابانية بالقنابل ذرية هيروشيما ونكازاكي وقتلت من قتلة ودمرتها لحد الآن لحد الآن اليابانيين الشعب الياباني يلبس السواد ويلطم على هذا التاريخ حزين على هذا التاريخ كم صاروخ وكم مقذوف ضربتنا بها أمريكا سواء عام 1990 سواء 2023 فقط في عام 2003 في عام 2003 قدر حجم المقذوفات التي رميت على العراق بسبعة قنابل ذرية وذي شيء ما عرفوش قد أربعين ينظلوا يقصفون ما خلوا مؤسسة ما خلوا شيء على الأرض ما خلوا مؤسسة خدمية عراقية ذا مضربوها وقتلوا بالعراقين أكثر من مليون ورص عراقي واستباحوا العراق من شمالة إلى جنوبه وإحنا يجينا رئيس الوزراء يقول أنه نفرح بهذا اليوم لأنه يوم فرع سقطت دكتاتورية سقطت النظام ونعود مرة أخرى ونقول أن تعارض نظاما شيء وأن تعارض بلدك شيء آخر العراق قصف ودمر ونزف دماء هذا البلد ألا يستحق ألا يستحق أن نقول عنه كلمة خير أو حتى نتجاوز ما لا علاقة أنتوا الآن تحكمون حكموا وتجربتكم الشعب يقيمها يقيم الشعب ويرى ماذا تفعلون 21 سنة فساد وخراب ودمار وكل المستويات على المستوى الثقافي على المستوى التعليمي على المستوى الصحي على المستوى الاجتماعي على المستوى الخدمات على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على أي مستوى المستوى الأمني المستوى العسكري المستوى الحدود السيادة الاستقلال الحياة كلها هذه صفر مرة أخرى أقول لكم هذا الوضع في العراق الوضع الشاذ لم يكن ليبقى وتبقى العملية السياسية قائمة على المحاصصات الطائفية والعرقية لو لا أنها تجربة أمريكية وأمريكا تريدها وإيران تدعم هذا القول لأن فيها ضعف العراق وهوان العراق ولا خلي يطلع عنا السودان ويطلع عنا أي واحد بغض النظر عن اسمه خلي يقول لنا لماذا أمريكا أبرت الحدود وجدت حتى تسقط النظام الذي يفرحون به لماذا؟ لأنه دكتاتوري لأنه لا أعرف ماهو لأنه لديه حد دمار شامل وتدرون أن هذه كلها كذبة لماذا؟ لأنه هي مقتنعة بعيون العراقيين يعني تحب العراقيين ومقتنعة بعيون المعارضة العراقية هناك وتحبهم وتحترمهم وجدت على مودة هذه القضية ما أنظمة دكتاتورية بالعالم يعني عديدة وكثيرة وكثير منها قريب من أمريكا لماذا لماذا سأت عليهم؟ أسقطتهم لماذا العراق؟ لماذا عليهم أن يجاوبونا هذه القضية وبعدين يقولون أنهم فعلا الآن تجربة وروا 21 سنة تجربة مثمرة وتجربة شريفة استولوا على بيوت الدولة واستولوا على كل شيء أموالها 2 تريليون دولار عراقي أموال النفط اللي جدتي من 2003 لحد الآن وراء هاتوا هذا البلد هذا الشيلي العراق تبني عراق سبع مرات جديد واحد طلع قال أن دبي زرق عراق هذا الفلوس كانت تبنيه مثل دبي العراق مثل دبي سبع مرات وتبقى عند أهل العراق فلوس كثير وموفوري الكرام وموفوري المال والصحة اللي يحتاجون لإيران وينتجون ومعدهم بطالة ولاعدهم فقر ليش نحن بهذا الشكل وين راح تالي الأموال كهرباء صار لكم 21 سنة ما قادرين يجيبون الكهرباء صار فينا عليها فوق المئة مليار دولار من أموال العراقيين ولا تخجلون تتحدثوا في هذا ونواكم يطلعون بالشاشات بكل فضائيات تحدثون عن الفساد بشكل وكأنه يتباهون به الآن يتباهى به المسؤول أنه فاسد هل هذا هو الوضع الطبيعي والوضع الذي أنتجه هذا الاحتلال لكي نفرح به وهل هناك من عاقل وإنسان سوي يفرح بحكلال بلده هذا هو السؤال أترككم بخير أعزاء المشاهدين ونسأل الله أن يرفع عن العراق وعن شعبه هذه الغمة وأن ينقذ العراق مما هو فيه من وضع شاط أكتقيكم في حلقتنا أخرى لذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة